موسيقى يوجد في كينيا أحد أكبر قطاعات الألبان في أفريقيا واستهلاك الحليب هنا هو الأعلى في العالم النامي يوفر صغار المزارعين 80% من الحليب وتتيح زيادة الطلب لهم فرصة عظيمة للخروج من ربقة الفقر وليفعل ذلك عليهم أن يتحلوا بالمهنية والعقلية التجارية فمنذ فترة قصيرة كانت سالومي ميتو وهي أم لثلاثة أطفال فقيرة تمتلك بقرة واحدة تعطيها قليل من الحليب إلا أن حالها ذاك تغير بعد انضمامها مع 12 ألف آخرين إلى برنامج تدريب حكومي برعاية من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والآن أصبحت الألبان هي مصدر الدخل الأساسي لسالومي التي باتت تمتلك بقرتين وأربع غنمات مما يساعدها على توفير وجبات طعام ودفع نفقات المدرسة ونظراً لتوافر المراعي ووجود العلف الصحي فبهائمها صحية وتدر ثلاثة أضعاف كمية الحليب وتقول سالومي أن الفضل في ذلك يعود لبرنامج التدريب يمكن أن يجفف هذا العلف المغذي وأن يخزن لاستخدامه لاحقاً ويمكن للمزارعين الحصول على إنتاج ثابت من الحليب على مدار العام وفضلاً عن أهمية العلف تعلم المزارعون التهجين والوقاية من الأمراض والتسويق التجاري ولأنهم منظمون في مجموعات فهم يديرون الآن مراكز تجميع مثل هذا حيث تفحص الألبان وتخزن تخزيناً صحية وبعملهم معاً للحصول على جودة أفضل وكميات أكبر بإمكانهم الآن عقد صفقات مع شركات وطنية تشتري منهم الألبان يومياً وتجارتهم رابحة حيث أنهم يخططون لتركيب خزان بسعة خمسة ألف لتر وزاد انتشار منتجات الألبان من الفوائد الصحية لهم كما يقول موسيز كيمبي منسق البرنامج يحسن إنتاج الألبان الاقتصادات المحلية وقطاع التوظيف بنسبة 200% ولذا سرعان منخرط عايزيك بيتو في تجارة الألبان كان عايزيك يستخدم دراجة عندما بدأ هذا النشاط وهو يستخدم حالياً دراجة نارية تمكنه من الوصول إلى زبائن أكثر في وقت أقصر ويملأ آيزيك في كل صباح الحليب ويحمله إلى الثلاجة ومؤخراً مع حلول موسم الأمطار زاد انتاج الحليب حتى أن عليه أن يزيد من نشاطه ولأن بإمكانه نقل كمية كبيرة من الحليب فإن لديه طموحات أكبر اليوم هناك 840 ألف كيني من مثل آيزيك وسالومي ممن يعتمدون على الألبان وهناك مليون مزارع يعملون في هذا المجال وبزيادة مستويات استهلاك الألبان يمكن القول أن الحليب غدا هو ذهب كيني الأبيض أعد هذا التقرير للمؤمن المتحدة سام كول ترجمة نانسي قنقر